تحياتي موعد جديد في المحقق مع سلسلات المحقق اللي نقترح عليكم فيها كل مرة عودة على جملة من الحلقات البارزة اللي يعرضناهم في المحقق ولكن في محور معين وجمعة هذه اخترت نمشي ونحكيه على محور مجرم مشهورين مشهورين جداً ثالوث الحقيقة ثالوث شيطاني بشيهزنا من تونس إلى روسيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية كل واحد جرائمه أبشع من الآخر متابعة طيبة للجميع مرحبا بيكم في سلسلات المحقق نقترح عليكم في المحقق بلوس سلسلة متعلقة بالسيد هذا ناصر الدمرشي أشهر المجرمين في تونس بقى في التاريخ التونسي كأشهر مجرم لعدة أسباب واحد لبشاعة الجراء ممتعه في عامين من زمان بش يقضي على أربعتاش ضحية وذلك عليش تسمى السفاح اثنين لأنه آخر مجرم نفذ فيه الإعدام وتلاث لأنه المجرم الوحيد اللي عنا التسجيلات متعه صوتاً وصورة أنا إنسان أعملك كيما قاعد تشوف تسجيلات اعترافات الناصر الدمرشي تسجلت بكلها عند التحقيق تسجلت ثم من بعد تم بثها منذ سنوات في قناة تونسية وقتها تسجيلات رجعنا لها بش نفهموا بها شكون كان الناصر الدمرشي من هو أشهر مجرم تونسي عليش عمل اللي عملو كيفيش توصل لقتل ضحاياه بكل دم بارد أولاد صغار ثم طبيعة شخصيته شنو وقال على جرائمه في سلسلة متكونة من ثلاثة حلقات حول ناصر دمرجي صفاح نابل نرجو معاكم في المحقق بلوس على تاريخ أشهر مجرم تونسي حلقة بعنوان حب البنات بش تكون المدخل لمعرفة شخصية هذا المجرم ثم من بعد مش مشيوا نحكيوا على تحولوا إلى الإجرام من باب الصدفة وأخيرا شنمشيوا نشوفوا كيف أصبح منتقم كيف يلقى وأنو الإجرام ماشي معاه قرر أنو ينتقم من ناس اللي يعتبرهم مسؤولين علي سار مرحبا بكم في سلسلة الناصر الدمرشي الحلقة الأولى حب الفتيات حبس النسي تونس العاصمة 1944 صوت متاع بي بي في الحبس بي بي ما زال كيف تولد أمه حرية حرية دخلت للحبس محكومة في قضايا أخلاقية والبي بي امتيحها تولد معها في الحبس وبشيق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 على حسن المتابعة إلى اللقاء مرحبكم موعد جديد في المحقق مع سلسلة ولدا ليقتل السلسلة اللي نشوفوا فيها في كل مرة الشخصية الإجرامية اللي بش نحكي لكم عليها فما حاجات صارت ربما في طفولتها وإلا في فترة المراهقة متاحة حولتها إلى مجرم أو إلى قاتل متسلسل كما بالضبط الشخصية اللي بش نحكي لكم عليها الليلة إذا كان ما زلت ما اشتركتش معنا في قناة اليوتيوب وقايت أنك تشترك وتنزل عليك الجرس بش نخبروك بكل جديد وإذا كانكم جميعا حاضرين يلا سيدي ننطلقوا في حلقة جديدة من ولدا ليقتل حكايتنا الليلة ترجع بينا الأكتوبر 2005 وبش تهزنا الروسيا وعاصمتها موسكو موسكو كما روسيا الكل البني اللي فيها الكل بالكبير كل شي ديور في روسيا بالكبير البني بالكبير المنتزهات بالكبير هكتارات الهكتارات مئات الهكتارات أحيانا تلقاها في منتزهات عامة كما بالضبط منتزه بيتسا في العاصمة موسكو منتزه كبير ياسر معروف بالشجر متيعوا معروف بأشجار الكبيرة ومعروف أنه بلاصة يمشيوا لها بالأخص عشاق لعبة الشترنج وخاصة خاصة المتقدمين في العمر لكن في 15 أكتوبر 2005 الشرطة بش تكتشف جثة صارت في حقها جريمة غريبة عجيبة جثة السيدة هذي نحكيه على ميكولاي شاب عمرها 31 سنة تلقات مقتولة لكن بصفة وحشية وغريبة تلقات مغروسة في رأسها دبوزة فوتكا يقول روسيا يقول فوتكا السيدة هذي مغروسة في رأسها دبوزة فوتكا كيفيش تغرس دبوزة الفوتكا تقرير طب الشرعي سيثبتوا أنه الضحية تعرضت للضرب بمطرقة أو ما يشبه المطرقة وبعد ما تضربت بهالمطرقة تركزت في رأسها دبوزة متاع فوتكا بشيعة الجريمة بش تخلي الشرطة تعتقد أنه فاعل متاع انسان مجنون متاع انسان ربما ينتقم ربما عنده مشكلة معها السيدة حلوا الكتاب عليها وعلى تاريخها وعلى كذا ما لقاوا حتى حاجة تنجم توصلهم للمجرم فركزوا في البصمات في مسرح الجريمة شوية رجم يلقوا ما لقاوا حتى شيء أحنا في منتزه في منتزه عبارة على غابة لفما كاميرا ويت مراقبة لفما الناس شافت لفما شهود لفما حتى شيء صبورها كحلة شرطة ما عندها حتى معطيات والحكاية ماشي وتتعقد جثة أخرى بيش تتلقام تاع سيد ستيني ميت هو زيدة ومغروسة في راسودة بوزة فوتكا فجثة ثالثة فرابعة فخامسة فسابعة ما زلنا ما عملناش الشهر سبعة جثث بيش يتلقاوا في هالمنتزه ما بنفس الطريقة شنو القاس المشترك ما بيناتهم هالجثث ما فماشي حاجة كبيرة إلى حد لين أغلبيتهم من الرجل ولكن وأعمارهم متوسطة يعني في متوسطة العمر شوية فيهم كبار شوية صغار لكن الأغلبية ثلاثينات فأكثر شوية شنو العلاقة اللي تنجم تكون بينهم وبين المجرم شافوا منا من غادي بحثوا مسرح الجريمة بحثوا في الدبابز الفوتكا اللي محتوطة ما فم حتى مؤشرات على من هو هذا المجرم القاتل الرعب ببدأ ينتشر في صفوف الناس في موسكو العاصمة الروسية الشرطة تبدي عجز كبير يسر في قلب العاصمة الروسية قريب العشرة ضحايا متوفين من أشهر والشرطة ما عندها حتى مؤشر بش يتم تجنيد أعداد كبيرة من عناصر الشرطة ميتين شرطي وبحاث بش يتحطوا في هذه الحديقة ولا في هالمنتزه ميتين بش يعسوا بش يشوفوا بش يراقبوا الشي ما فم حتى نتيجة الأمور بديت فيها نوع من الغرابة والفرضيات والنظريات بديت تكثرها هذا نظرا لغرابة الجرائم اللي قاعدة تصير هذي جريمة قتل وتركز من بعد دابوزة فوتكا في رأس الزحية فمش كون مش يقول يخي منتزه بتساع مش فما مش بعيد عليه مصحة متاع أمراض نفسية وعقلية يخي مش المرضى النفسينيين ولا عندهم أعصاب وعندهم معناها أمراض ويبدأوا هكا حالتهم بين بين يخي مش قاعدين يخلوا فيهم يخرجوا ويدوروا بصفة معنتها من غير حتى مشاكل زعمة يظهر المجرم واحد من المرضى اللي موجودين في السبيطار حلوا الكتاب على السبيطار وعلى المرضى وعلى الناس اللي تخرج من السبيطار والدور في المنتزه والنتيجة حتى شي المرضى متاع السبيطار ما عندهم حتى علق وتتواصل الأمور على هذه الشاكلة من أكتوبر 2005 بداية الجرائم إلى مارس 2006 وفي إحدى أيام هذا الشهر امرأ بتطالو بكبوتو طويل بشعر أصفر قصير تمشي وتزرب في الخطوة في وسط المنتزه واحد من عناصر الشرطة لفتت انتباهه عليش ما لخطرها تزرب تمشي بطريقة غريبة شوية يا مدام يفضلك يقف شوية يا مدام حاشنا بيك وهي تسمعهم وتحسب روحها ما هيش لهناء وتزيد في الخطوة متاح شدة ساكها كي صغير وماشي بيه تاك 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 وإذا بيهم يتوجهوا لها مباشرة يا مدام يا عايش كيقف وتحط على ساقيها وتبدأ تجري مش مش تكون صعيب ياسر أنه يقع إيقافها ولا إيقافه بما أنه بش ظهر وأنه ما نشي نحكيه على مرأة وإنما نحكيه على راجل لبس لبسة سيدة ترافيستي كنت حبوا نقولوا هذا الاسم اللي نجمه نعبره بيه على الوضعية متاع السيد ولا السيدة هذية وفي الساقي متاعه وهناي الأهم بش يلقاو امطرق على الفور بش توجه له التهمة بأنه هو المجرم متاع بيتسا القيناك أخيرا هذيك عليش أغلبية الضحايا متاعه هما مرجة وهو عنده المطرق أديت الجريمة ومتخفي في شكل مرأ زعم 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 سيدة هو صاحب سلسلة الجرائم هاي سيدي عليش تقتل في الجماعة دوم سيقر سيد أنه أبدا عمره مقتل حتى حد كانك علي متنكر ولا لابس لبسة نسا ما هوش تنكر هذيك مو يوليته وهو يرا في روحه أنه مرأة أكثر منه راجل وبالتالي يتحول إلى مرأة ثم كانك على المطرقة فأني المطرقة هذيك عنده لأنه في روسيا وهذا صحيح بين الفرين في روسيا فم كره الشديد رسمي وشعبي للمثلي وبالتالي كيف يتاحه بواحد مثلي ما يخليوش فيه حتى طرف لباس فبالتالي كان عندهم طرقة بشدافة على روحه ما عنده حتى علاقة بهذه الجرائم وبعد البحث معاه بتتأكد الشرطة أنه فعلا ما عندوش علاقة بالجرائم اللي عرفها المنتزه بتتلقى أنه في المناسبات اللي صارت فيها الجرائم عنده ديزالي بي وين كان هو موجود عنده الحجة والبرهان أنه ما كانش موجود في المنتزه وترجع الشرطة لنقطة السفر وأدها من ذلك ترجع عمليات القتل والعثور على الجثث وبين مارس وجوان تتواصل الجثث جثة الأولى الثانية الثالثة الرابعة واك الشرطة بيش تتجن ميتين شرطة موجودين بصفة متواصلة في هال هالمنتزه وحت شي ما نجم يشدو حتى شي هروا سيدا يزمك تتصور هروا تظهر لكش حاجة سهلة كي نحكي وروا منتزه فيه هكتارات الهكتارات بون ربما يكن جينا في دول أخرى وتعرفون يرمكن عشون نحكي رو سكروه المنتزه ها هكيكة أما هما الهدف كان زادا أنهم يشدوا المجر صحيح يوقفوا سلسلة الجرائم ولكن زادا يشدوا المجر مش الفائد أنسكر المنتزه يمشي يتحول هو بجرائمه إلى مكان آخر حتى ليه نوصلوا إلى جريمة في حق شابة اسمها مارينا مارينا في الثلاثينات من عمرها مارينا كيف كيف بشتتلقى مقتولة وبشتتلقى في رأسها هالدبوزة متاع الفوتكا لكن مارينا بشتتلقى في واحد من الجيوبة متاحها تسكرة متاع ترام فجي البال المحقين في الملف أنهم يشوفوا إذا كان عندها تسكرة متاع ترام يعني أنها ركبت في ترام إذا ركبت في ترام بجيت لهنا ربما فمشكون جي معاها في ترام وتحولت الشرطة لي محطت التران و بكت تيكي هذيكا عرفت وقتش تلعط بالضبط في التران وطلبت أنها تتحسل على كميرا ويت المراقبة شوفوا معايا أشنو أبوزن شوفوا في كميرا المراقبة كما كنت تشوف مارينا كان معها رجي وقتلي هبتت متران فم معاها راجل بحذيه وهزي سفيدي الساك هذيكا اللي كنت تشوف فيه زعم هذيكا ساك المطرقة الراجل الشرطة ما تمكنتش من أنها تحدد هويته هذيكا ليش بش تقوم بالبحث مع العائلة متاع مارينا خي مارينا تعرفوه السيد هذا شكونوا أمها بش تقولوا أنها تعرف اللي بنتها تخرج مع شاب اسمه ساشا وفما نمرو التليفون متاعو مكتوب في وحدة من الأوراق متاع بنتها هاي به أعطينا نمرو التليفون أعطاتهم نمرو التليفون شتثبتوا الشرطة من نمرو التليفون في مع الوبراتور متاع النمرو مش مش تلقى ساشا لكن مش تلقى السيد هذا واسمه أليكساندر بيتشوشكين أليكساندر بيتشوشكين هو اللي عنده نمرو يظهر أنه لخيين في روسيا ساشا هو الاسم دي ما يلي يتلقوه على أليكساندر ها؟ هذك عليش فمم هالزوز أسامي هذو ما ما نحكيه على نفس الشخص بالتالي سي أليكساندر هو آخر واحد كان معه ساشا يخدم في سوبر مارشي وبش تمشي الشرطة وتلقي القبض عليه أليكساندر مش بش يطول برشة بش يعترف بأنه صاحب الجرائم أكثر من هكا بش يبدي غضب شديد على الشرطة لأنه الشرطة ما تمكنتش من العثور على كل الظحايا متاعه ولا خاطر ظالمينه في الأعداد اللي قاعدين يقولوا عليها يخي مش قاعدين تقولوا لي أنا قتلت أربعين شخص غالطين راكم في الحساب حسابي أنا أكثر بياسر هابب كيفيش حسابك أكثر بياسر شو معناها في دار أليكساندر الشرطة بش تلقى مربع متاع الشترنج عرفتوه مربع الشترنج بنلعب عليه الشترنج كارويت البيضة والكحلة مربع الشترنج فيه أربعة وستين خانة الشرطة بش تلقى واحد وستين مربع واحد وستين مربع عاملهم أليكساندر كل مربع يعني أنه اقتل شخص بالنسبة ليه اقتل واحد وستين ضحية والهدف متاعه كان أنه يسكر مربع الشترنج أنه يقتل أربعة وستين ضحية أليكساندر بيتشيشكين مشي شد صحيح رغم أنه ما يعرفش الهويات منتاع الضحايا متاعه ما عنده بهم حتى علاقة يعرضوها كيكا في المنتزة ترتاف بالمطرقة ويحط الدبوزة التلوح الفوتكا ما عنده حتى علاقة بالضحايا ولكنه مصر أنه الأعداد اللي قدمتها الشرطة غالطة والشرطة ما تعرفش تخدم وما لقتش الجثث متاعه الكل وبالأمارة مستعد بش يهزهم البلايس الجثث اللي يتذكرهم فهزتوا الشرطة للقيام بإعادة تجسيد للأحداث شوف معايا هذه الصور اللي يظهر فيها بوتششكين وهو يقوم بتجسيد الأحداث هكا إذن قام بوتششكين بتجسيد الجرائم اللي عملها الشرطة الحقيقة ما توصلتش إلى حد اليوم ملقاوش 61 جثة ملقاوهمش خاطر هو رايولي كان مميز الحقيقة في الجرائم ممتعه وأنه ما كانش يخبر أو الضحايا معنتها فهمت ما كانش يدفنهم ولا يحفر لهم ولا يخليهم على قريعة الطريق يحبهم يتلقاو بالتالي كيحسبوا كيشافوا ما يوصلوش للواحد وستين لكن بش يحكي لهم على السر علش ما وصلوش لأنه جرائمه بديت عندها برش أول جريمة ارتكبها كان عمره ثمونتاش نسنين أول جريمة ارتكبها بش يرتكبها في حق صديقه وطول نقول لك عليش فالسيدة ذاية أليكساندر بوتششكين هالولد اللي يقتل العقيقة اللي نعرفوها على طفولته أنه باها صحيح طفولة ما نتها مش باها ياسر بين عائلته وبين بوه اللي مشاه وبين كيفاش عاش وعاش مع جده جده هو اللي بش يغرمه بالشترنج وبش ينطلق هو في غرام الشترنج وبش يلعب كثيرا الشترنج في منتزه بيتسا هذية بتاع موسكو لكن أمه تتذكر حادثة شهيرة تقول أنها من غادي حياته تبدلت وقت اللي كان صغير طاح مدرجيح كي طاح مدرجيح على ما يظهر أنه من المظار اللي صارت له أنه طاح على راسه من وقتها دخل في عمليات علاجية متعددة منها حتى عمليات علاجية اللي خليته يكون متواجد في وسط مراكز لرعاية الأطفال اللي عندهم إعاقة ثم من بعد بش يولي تفل حشام دوبوا دوب روحوا ولكن كان عنده غرام كبير بش يتطور الغرام بش ترنج بش يمشي ويجي على المساحات النفسية يعني فما ماشي وجاي وأحيانا عنده دي تريتمان يخذهم ولكن ما فماش حاجة كبيرة ياسر ملفتة في هذا الكل تقول أنت هكا لتجذب الانتباه أكثر لكن بش يقول أنه في عمره 18 سنة في عمره 18 سنة بش يعترف لصاحبه بشو يحب يعمل نحب نقتل أعداد أشخاص على قدر أعداد مربع الشترنج 64 شنورايك فيها الفكرة صاحبه بش يقوله يا مهبوق ملا فكرة طيب هذي فكرة فهو شنو بش يعمل له حسب رايك بش يبدأ بش يبدأ به هو ينفذ في الفكرة بالتالي هو بدي ملي عمره 18 سنة إذن حتى ملي عمره 30 سنة وهو يقتل وهو يحسب وبالنسبة لحسابه فأنه وصل الواحد وستين قل له وانت الاسباح أنه مش هذيك الرقم اللي وصلت له في المحاكمة متاعه أليكساندر لن يبدي أي نوع من الندم أي نوع من التعاطف مع عائلية الضحايا بش قلهم أنه أصلا هو الضحايا ما يعرفهمش وما شافهمش لأنه الكل ضربهم من تالي وهم يمشيوا كذلك طاف فيها بتعليل الترقة ما يشوفوش أصلا لمش يشوفه بوزة وينطلق وفات الحكاية ثم بش يقول أنه كان يتمنى أنه يقتل بنفس الطريقة وأشنع المحامين تاعه خاطر ما عمله حد شي كان ماذا به يقتلوا ويقصوا تروف تروف هذا النوع من الاعترافات متاع بوتشوشكين في 29 أكتوبر 2007 ستحكم المحكمة بالسجن المؤبد في حق أليكساندر بوتشوشكين فهل ولد يقتل بالنسبة ليك نسنا تعليقكم على هذه الحلقة شكرا على حسن المتابعة إلى اللقاء مرحبا بكم حلقة جديدة من المحقق سلسلة القضايا الدولية حلقة ولدة ليقتل السلسلة اللي نرجع فيها على أشهر القتل المتسلسلين في العالم واليوم مش نرجع على واحد من أشهرهم بل ربما أشهرهم مع تاد باندي هو زاد مش يجينا من الولايات المتحدة الأمريكية ولكن جرائم كانت من الغرابة بمكان لأنه ما زال كيف خرج فيما يتعلق بها السلسلة متاع نتفليكس السلسلة هيفي السلسلة اللي عاملة نسب مشاهدة قياسية في أكثر من سبعين دولة دامير هذا هو اسمها سلسلة ترجع على قصة جيفري دامير بين 18 سنة وال31 سنة بش يعمل سلسلة من الجرائم البشعة الغريبة العجيبة مش بش يخلي شنوة مش بش يعمل بالضحايا متاعه من تصويرهم ثم من بعد قتلهم ثم من بعد لأكل لحوم هذيك عليش حب خاصة في الحلقة هذه لحقيقة نبه أصحاب القلوب الرهيفة ونبه خاصة إذا كان فما أصغار اللي قاعدين يتفرجوا راهوا المحتوى بالخصوص بالخصوص متاع الحلقة هذه لا يمكن أنه يتقبلوه نسي الكل لأنه محتوى صعيب شوية رغم أني بش نحرص أني حاول نوريكم شنو اللي صار لكن من غير ما دخلوا فيه سر تفاصيل تقلق حكايتنا تبدأ في صيفية 1991 أحنا موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية موجودين في الويسكونسين وتحديدا في الميلوكي في هالبلاسة في هالبلاسة هذي اللي تعرفت أنها بلاسة موجود فيها نسبة إجرام كبيرة ياسر موجودة فيها نسبة فقر كبيرة ياسر خطر للي ما زال فيكم ما يعرفش الولايات المتحدة هي من البلدين اللي فيها طبقية واضحة أحياء كاملة تلقاها فقر وميزيريا وإجرام كبير وأحياء أخرى تلقاها أحياء راقية بعيدة على المشاكل هذي الكل احنا اذن في واحد من أتعس الأحياء اللي تنجم تلقاها في الولايات المتحدة الأمريكية واحنا في واحد من اللي بار متاح موجودين ثلاثة أصحاب ثلاثة رجال قاعدين يحكيوا مع بعض وفجأة ادخل رجل آخر في الثلاثينات من عمره قدم لكم جيفري جيفري دامير جيفري يخدم في واحد من المراكز متاع الدم تبرع بالدم وتحليل الدم وإلى ما ذلك وأوقات فاراغه وخاصة في الليالي دي ما هكا يدور من بار البار تقريبا القاة مجموعة الشباب هذوما قاعد بحذيهم بدا يحتسي في مشروبه وابدا يحاول يتجاذب معاهم الحديث وبشوية بشوية انطلقوا في الكلام بنات بعضهم إلى أن بش يستدعاهم يجيوا بحذيه للدار بش يكملوا السهرية لكن الأحكاية مش بشتروا قلهم برشا ما عندهم عليش يمشيوا للدار ماذا بهم يكملوا يقعدوا في هذه الحانة بش يلح جيفري بش يلح خاصة أنه بش يقولهم اللي هو مغروم بالتصوير مغروم بالتصوير بتاع الأجساد البشرية يحب يصور اللي بدنات بتاع العبيد وخاصة انتا عرجال هذا مغروم بالفن التجريدي نفس الشي الحكاية ما أقنعتهمش ولا على الأقل ما أقنعتهمش الكل خطر فيهم واحد بش يوافق بش يوافق بعد ما يقترح عليه جيفري أنه يخلصوا بش يقولوا بش تجي بش نعملوا ثلاثة أربعة تصور ومش نخلصك بش نخلصك خمسين دولار تريسي إدواردس اللي نحكي وعليه مش بش يكون من رفضين وبالعكس بش يقول باية سوعة سوعتين من زمان وإحنا في التسعينات اه احدو تسعين خمسين دولار مش شوية فكل حق الفقر والميزيريا اللي موجودة فيها الحياة ذاكا بالنسبة لشخص عنده ستة صغار في رقبته بيش يقرر أنه يمشي معه بش يمشيوا للشقة متع جيفري دامير الشقة ميتين وطلتاش موجودة في بنية قديمة تعيسة كائبة شوية طالعوا للشقة وصلوا للبيب حل جيفري الباب وهو داخل تريسي بش يتصدم بش يتصدم بالريحة اللي قاعد يشم فيها شنو الريحة اللي مش عارفها شنو ولكنها قوية بصفة لا تطاق ولا تتصور ومع عرفش لشنو ينجم يشباهها شنو الريحة هذه ريحة جيفة على ريحة شنو اللي عندك في الدار عندي شوية الحم لحقيقة بعثولي بابا اما بقال برا من الفريجيدير احنا في اجواليا ياخي انتن بوم ما زلت ما خرشتوش وطيشتو تيتاو بعض انطيشو باي على قل حلنا شوية الشباك خلينا نتنفسو لا لا الشباك لا لا خلي سيب الشباك الجيران ما يحبوش نحلك الكليماتيزار كليماتيزار فوسط الريحة والدنيا والشباك والشباك مسكر تيتاو تمشي ريحة تيتاو 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 يجي شدك برد وش بدلو الكعبة بير وعطاه يشرب وقعدت ايا باي خلينا نعملو تصاور ونمشي على روح باي شوية نعملو تصاور شد نشرب الساعة في عقلك ونعملو تصاور عطاه المشروب الأول والمشروب الثاني وبدأ يسئل فيه شنية حوالك هاي لباس 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 ساعة نسنا فيك وقتش مش نبدي ونصور وبره هاي عاد ما عاد شوقت خلينا نصور ونمشي على روح باي بش شوية نصور وخد نزيد ونشرب شوية جيد شدة ذاك ومن كيس الكيس ومن دبوزة لدبوزة وهو يسئل فيه لباس ساعة شنية حوالك حتى اللي بدأ يشوف فيها يتراهوش هاي لباس وصوتو يرخ وعينيه بدأت تتغمص وهو كيكا ويشبد جيفري دمير منوت ويشد لو يديه والاخر يكون يعقل وعينيه تتحل ويتفجع ويخزر لو وفي شبيك بش نوقات كلمة لا ومش نعمل وتصور اي ناحي السورية مش نبدأ نصور تريسي بدأ يدخل فيه الرعب وبدأ العرق يتسبب من كل بلاسة ومش فاهم بالضبط السيد هذيل يعينيه بدأت تتبدل وغزرت وبدأت تتبدل ماهوش يفهم ايش بيه وبدأ يرجع له اللي يشافوا على اول ما دخلوا للأبرتمان مش شافوا يسكر في الكوب متاع الباب متاع الأبرتمان ثلاثة كوب يسكر فيهم في بالو حاجة عادية اما يظهر انه فما حاجة كبيرة تستنى فيه وفعلا بعد ما ناحى السورية متاعه بش يجبد جيفري سكينة سكينة كبيرة وبش يطلب منه انه يمشي للبيت الأخرى في بيت النوم بش يبدأ يشوف تريسي تبلوات غريبة عجيبة في البيت تبلوات على بدنات مصورة دي تخص بدان ملفوق مصور واحد فيه دم واحد بحذاه الدم وغادي في البيت وغادي في البيت هاوكا قاعد يشوف فما برميل أزرق برميل أزرق كل ما هو يقرب كل ما الرحة تكبر شفيه زعم البرميل اوقع دوقت فوق الفرش قاعد فوق الفرش وبدأ جيفري يسمع في قلبه شو بيه قلبك يضرب بالقويل هالدرجة خايف؟ عنديك شعليش تخاف أنا بعد شوية بيش نشق لك على صدرك بيش ناخو قلبك بيش نطيبو وناكل شوية منه هكا بيش يقول جيفري دامير لتريسي إدواردس مش لازم نحكي لك عادة وقتها السيد في آنة وضعية كان ما نحبش نقولك تخيل روحك في اربع هكا اشتر اربع الوضعية اللي هو فيها مش لازم اللو تفعليك لكنه بيش يتمالك روحه من الول بيش يحاول يعمل ردة فعل لكن كي بيش يلقى لاخر وين ما يدور وهو بالسكينة بيش يحاول يتمالك روحه وبيش يقعد ياخوله بهواه وبشوية بشوية يتبع فيه وهو يجي من هنا بيش نصوره من هنا ويبدأ يصوره وهو بره من غادي ويتبع فيه حتى لين بيش يستغل فرصة عدم انتباهه ويعطيه الضربة على راسه بيديه الاثنين ويجري نحو الباب اللي مسكر الكوبة بتلاثة كوب ويبدأ يدور في الكوبة يدور في الكوبة يخلط عليه دمار يحاول انه يمنعه من انه يكمل يحل الكوب يزيد يضربه ضربة اخرى باللي يلقاه في ديه بحث الباب يتيح دمار يحل هو الباب ويفر ويبدأ يجري يبدأ يجري كل مهبول لابس سروال وملوطة يديه الاثنين مكتفين بالمنات وهو يجري في الكياس يجري ويسيح يجري ويسيح حتى لين مش تعرضوا دورية امنية قاعد بين يحكي ويبكي ويسيح ومش عارف شنو وليسيرلو ويقول لهم راه وفاما مجرم راه وحب ياكلني العناصر الامنية الدورية فيها زوز بش يمشيوا معاه فورا على عين المكان بش يمشيوا له الشقة ميتين وثلتاش ويحل الباب جيفري دمار وكان شيئا لم يكن وهي عسلة ما تفضلو شنو تحبو السيد هذا كان معاك وجاي يشكينا ملي انتي كنت تعمل فيه معاه بيتلفت له وقالوا هاي هاي صاحبي هاي هو كنا مبعضنا مكتعرف مه مورا بش يبدا بش يبدا هو يسيح وعاية تريسي ويطلب من الامن انهم يدخلوا يشوفوا الشقة والامنيين يدخلوا للبيت وبش يكتشفوا اليها الشقة هذي في الحقيقة هي مجزارة ارتكبت فيها ماجازر تقتلوا فيها برشة ناس وبش يتم ايقاف جيفري على عين المكان مش شاي اللي بش يلقاوا هوما والبوليس يونتيفيك بش تتجند كل وسائل الاعلام تقريبا على الفور في ليلتها في 22 جويل 1991 امريكا بش تعرف واحد من اكبر المجرمين في تاريخها في البرمي اللازرق تتذكروا اللي حكيت لك عليه اللي كان موجود في بيت النوم متاعه البرمي اللازرق بش يلقاوا فيه بقايا اكثر من جثة بشارية قاعدة تتحلل في اللاسيد في الفريجيدير بش يلقاوا ريوس مقصوصة ومحتوطة بش يلقاوا الدبابز مخلل فيها اعضاء بشرية السيد هذا بدال جرائم ممتاعه عنده برشة بدال جرائم ممتاعه عام 1978 ويلزمني نحكي لكم كيفاش بدات لحكاية عمره وقتها 18 سنة جيفري دامير طو بعد نرجع على طفولته كي نسأله هالولد اللي يقتل لكنه وقت اللي كان عمره 18 سنة الوضع كهرب ياسر في وسط دارهم بش ما نقولش انه ما عادش فما وضع اصلا ابوه غادر امه عنده مدة داير ام جيفري اللي عمره ما عاش معاها ابوه بصفة طبيعية بما انها امرأة امرضة وتعاني من الاكتئاب وقتها غادرها تماما ومشيخ ذا امرأة اخرى وهي زادة ما كانتش من العكسين هجرت الدار ومشيت عاشت مع راجل اخ النتيجة دار العائلة قاعد يعيش فيها جيفري دامير عمره فمونتاش نسنة اه فترة متاع اكتشاف واحد يكتشف فيها روحه في الفترة هذيك في الوقت اللي قاعد يشوف جيفري في اصحابه اللي قاعدين يعرفوا في اه فتياته وبناته يتعرفوا اليوم هو القا انه ميولاته ميولات اخرى ومن هنا باش تنطلق الجرائم امتاعوا من هنا باش يلقى حسب ما بش يقول من بعد نوع من الكيف واللذة في انه بعد اغتصاب الضحايا امتاعوا انه يقتلهم وانه ياكل من الحمو الجريمة اللولة باش تصير في حق السيد هاف نحكيه على ستيفن هيكس اللي عمره ثمانتاشن سنة واللي بش يقتلو دمار في دار العائلة في الف وتسعمية وثمانية وسبعين ثم من بعد بوه بش يقولوا رو بش يبيع الدار وبش يخرجوا من الدار يقولوا هاوكا عندك مامتك برا عيش بحذها رانو بش يبيعوا الدار وهذاكا اللي بش يعملوا دمار بش يمشي عيش بحذها جدتو جدتو عندها سوسول معناها اللوطة تحت الدار اختتهول قتلوا هاوكا شيخ روحك هاوكا أثثوا ريقلو وتحت ذمتك امرأة كبيرة تتحرك بالسيف وهو عنده السوسول وفي السوسول بش يعمل سلسلة من الجرائم قبل ما نقدم لك شكونهم بالضبط ضحاياه جرائمه كانت تصير ديما بنفس الطريقة يخرج يمشي الوحدة من الحنات يقابل فيها شكون يقترح عليها انو يروح مع اهل الدار يكملوا السهرية في الدار يعطيه يشرب معاه في الكيس متاع الشراب متاعه يحط له مخدر بعد ما يشرب هو ويتخدر ينطلق دمار في العمال متاعه العمال اللي فيها حاجات تنجم تصعب على التصديق كان عنده مثلا شينيول ينقب به ريوس الضحايا بش من بعد يحط فيه الأسيد وهو كان يتصور من خلال هذه العملية انو بسولي عنده القدرة انو يسيطر على الضحايا ويبدأ يحكي معاه يعني في باله بش يقعدوا حيين ويوليوا تحت سيطرته حتى واحد فيهم بالطبيعة ما بقى حي بش ينيول ثم بعد ذلك ضحية على ضحية كل واحد شنو ياخو منه أعضاؤه واحد اللي ياخوله قلب ويخلل واحد اللي ياخوله بسوابع واحد كل واحد وشنو ثم من بعد عادة يتخلص من الجسد الكبير الترس يحطوا في اللاسيد بش يذوب وإلا يلوحوا وإلا يكنجلوا في الفريجيدير سلسلة كبيرة من الضحايا بش يقوم بقتلهم بالطريقة هذه في دار جدت والضحايا هما الناس هذه ستيفن تومي 25 سنة عام 1987 جيمس دوكستاتور 14 سنة عام 1987 زيد غيشا غيغيغو 22 سنة عام 1988 وانتوني سيرس 24 سنة عام 1989 رغم أنها مراء كبيرة جدت كبيرة أما حاست الشم لا بس كل مرة وهي تشم في غرايب وعجايب اللي جاية من البيت اللي عايش فيها ولد ولدها يا ولدي في شنو قاعد تعمل يا ولدي كيفاش يا ولدي كذا حتى ما ماتي قاعد نجرب في حكايات على الحيوانات الميتة نعمل في تجارب مكتعرف انا نختم في الدم واحدا معناها نعمل في عمليات على نجيب فار ولا نجيب سسم وذك أكلف شجر إكيوغاي سنجيب ولا نجيب حاجة ونشرحه مرة الأولى الثانية الثالثة اللي قررت أنها تكلم به اتصلت به وقتله راو اللي يعمل فيه ولدك ما نعرش عليه شنو ما شوف شني حكايته راوانا مخوفني وبوه جاء للدار بوه اللي هو فارماسيان بش يهبط للبلاصة اللي عايش فيها ولده بوه بش يفهم اللي يفهم حاجة غير طبيعية قاعدة صايرة يعرف مليح الروايح يعرف مليح ريحة لسيد يعرف مليح السائل اللازج هذا اللي هو يشبه للجلد شنو زعم ما ينجم يكون محبش يدخل في برشة تفاصيل مع ولده ولكنه طلب منه انه يغادر دار ماماته ماماتك ما هيش ينقصها وما تجعل هيش راسها وعيشك اخرج من دار ماماتك ودمير مش بش يكون من العكسين وبش يخرج من دار ماماته وبش ينطلق يعيش فين هاي في الشقة ميتين وثلوتاش شقة ميتين وثلوتاش اللي بش يواصل فيها سلسلة الجراء ممتعو في حق السيدة هذوما ارنست ميلر 22 سنة 10 19 ارول لينتسي 19 سنة 11 1991 انتوني هگس 11 سنة 1991 كونرق سينتا سومفون 14 سنة 1991 داويد توماس 22 سنة 1991 كورتس ستروتر سبعتاش نسنة 1991 مات تورنر عشرين سنة 1991 أوليفر لسي 24 سنة جويل 1991 جيريم ميا ويمبرغر 23 سنة جويل 1991 جوزيف براد هوفست 25 سنة جويل 1991 في المجموعة سبعتاش نضحية سبعتاش نضحية بش يتم اكتشاف بقايا بدونتها الجزاء منها البعض منهم سنوات بعد ما تقتلوا الكلهم مش تلقاوا في الثلاثة بلايس اللي حكينا عليهم بين دارهم لولا دار من ميته والشقة 233 ولم تتوقف جرائم دمار إلا وقت لتريسي إدواردس بش ينجم يفلت منه في جويل يا زيدا هو 91 ويجيب معاها الوحدات الأمنية اللي بش يعملوا الاكتشاف المذهل في داره هالوليدا دمار ليقتل نحب ناخو رأيك في الموضوع خاصة كي نرجع ونكتشف الظروف اللي عاش فيها فما بعض المجرمة ساعات قتلكم عليهم مقبل ما عنيش برشة تفاصيل على طفولتهم وفما عدد منهم اللي كنا حكينا انه عندهم طفولة عادي هذيك عليش كيما برشة قالوا لي في التعليق ما فمش واحد يتولد بش يقتل فهمينها هذي انك يقول ولد ليقتل مش يعني تولد بش يقتل يعني هالفم عاوام المعينة عاش في ظلها هذا المجرم سرعت في عملية التحول امتاعه من بشر الى وحش فيما يتعلق بدمار اللي نعرفوها انه الطفولة امتاعه كانت الصعيبة ياسر فانا معنا صعيبة مش طفولة صعيبة علي هو لأ طفولة صعيبة بحكم الظروف اللي عاش فيها ام مريضة نفسيا مرض نفسي حاد عندها اكتئاب حاد جدا بصفة بصفة متواصلة طرف الوقت اللي ابوه كان يجيه للدار كان ديمة عارك ومعروك مع امه البوه ما يترددش بش انه يسبها ينعتها انها مريضة وهذا الكله قدام هانتر كان يشوف في العلاقة اللي صايرة مبينات امه وابوه حسب السيري طوى بتاع نتفليكس فانو بوه هو اول واحد اللي خلاه يكتشف عالم التشريح تشريح الحيوانات اللي بش يقول عليه من بعد الممات وابداه مع ابوه وعمره سبعة ولا ثمانية سنين كانوا يمشيوا للغابة اللي بحذيهم ويفركسوا على حيوان جيفة ويروحوا بيه ويشرحوه ويبدأ بوه يوري فيه هذا يا القلب وهذا يا الكبدة وهذا يا الكاذاء لكن من بعد بشوية بشوية مع الصراعات العائلية مع انه حتى حد ما كان له بالصغار في وسط العركة ما بينات البو والأم ولا نوعا ما انزوائي تعدى أكثر فأكثر للعنف عنف اللي شافوه عليه في وسط المدرسة متاعه تحول اللي بدي يظهر عليه بالشوية بالشوية معه وصوله لفترة المراهقة ومع 18 سنة كيما حكينا قبيلة ومع اكتشاف انه ميولاته الجنسية مهاش كيما غيره من الأولاد في عمره حسب ما شاف وقتها بيش يبدأ برشا حاجات تخدم في مخه أما علش الواحد يتحول للقتل وعليش للأكل متاع الظحايا بتاعه نقطة استفهام أنا ما عنديش لها جواب كان انتي عندك جواب خليهنا في التعليق في فيفري 1992 بش يتحكم على جيفري دامير بالسجن المؤبد 17 مرة بحسب عدد الظحايا متاعه يعني سنوات السجن اللي تحكم عليه بيها قاربة الألف سنة حبس 972 عام سجن بش تقرهم المحكمة في حقه لكن السجن مش بش عمل منه برشة لأنه جيفري دامير كان من المجرمين اللي ما كانش عنده حسرة على اللي عمله وإلا ندم على اللي عمله في الظحايا متاعه كان مكروه ياسر حتى من قبل المساجين اللي كان موجود في وسطهم كرة بش يتسبب في جريمة المرة هذه في حقه هو في نوفمبر 1994 كريستوفر سكارفر واحد من المساجين اللي موجودين معا دامير بش يضربوا ضربة بلالتير متاع السبور بش يقتلوا على عين المكان هكذا يكون دامير ما عديش عامين في الحبس قبل ما يتقتل تقريبا بنفس الطريقة اللي قتل بها هو ضحيته الأولى كان تابي قصة جيفري دامير شكرا على حسن المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر